أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملق وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوش فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ومئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شريكا وهي تفور تكاد تميز من الغيغ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نظير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعرفوا بذنبهم فشوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون رفبهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزكه وإليه النسور أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينسركم من دون الرحمة إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرجعكم إن أمشك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجله أهداء أمن يمشي سويا على صرات مستقيم قل هو الذي أنساكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما ننذير مبين فلما رأوا جل فتنشئت أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن مئي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توقلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يهديكم بماء معين صدق الله العظيم